من جهته قال رئيس حكومة أقليم كردستان مسرور بارزاني لنتحرك جميعا نحو التصالح وعمار كردستان في ظل علم كردستان وقال رئيس حكومة أقليم كردستان مسرور بارزاني في بيانا له اليوم بمناسبة يوم العلم الكردستاني نحتفل اليوم بعلمنا الذي يعد علم لكافة المكونات الكردية وأشهد رئيس الحكومة في بيانه بدور الشهداء الذين ضحوا بأروحهم في سبيل هذا العلم المقدس وأرض كردستان وأضاف رئيس الحكومة مسرور بارزاني نشكر البيشمرق الأبطال الذين حافظوا على هذا العلم عاليا خفاقا من خلال نضالهم وتضحياتهم طلب بارزاني في بيانه جميع الأطراف الكردستانية بالتحرك نحو التصالح وعمار كردستان تحت راية عالم كردستان